كتابة صيغة الحد النوني في المتتابعات الحسابية يعني يقول لي أكتب صيغة الحد النوني للمتتابعة الحسابية في كل مما يأتي وأول متتابعة 5 سالب 13 سالب 31 يعني يبغى صيغة الحد النوني يعني A N حد ساوي A 1 اللي هو الحد الأول زائد N ناقص 1 في D يعني A N حد ساوي الحد الأول نعوض عنه بخمسة زائد N ناقص 1 في D D اللي هي الفرق بين أي حدين متتاليين خلينا نحسبها على جنب D حد ساوي سالب 13 ناقص 5 حد ساوي سالب 18 يصر نحطها هنا بسالب 18 ولازم أحطها في قوس لو ما حد تعطيها في قوس حيكون كأني بأطرحها بس أنا أبغى أضروبهم مع بعض يصر لازم أحط القوس طيب يعني A N حد ساوي 5 ناقص ونوزع ضرب بسالب 18 N وسالب 1 في سالب 18 وسالب في سالب بموجب و1 في 18 ب18 هنا لازم أجمع هذا الحدين يصير أقول أنه A N حيساوي 5 زائد 18 23 وسالب 18 N تنزل زي ما هي إذن هذا هو الحد النوني لهذه المتتابعة طيب نشوف المتتابعة اللي بعدها هنا يبغى الحد النوني وأعطاني هذه المعلومات طيب أبدأ أول شيء بقانون الحد النوني اللي هو A N حيساوي الحد الأول A1 زائد N ناقص 1 في D طيب خلينا بدل الأي N نحط الأي 5 حيساوي A1 زائد 4 بشوف الأربعة جات من 5 ناقص 1 اللي هي أربعة بعدين مضروبة في D الأي 5 أعطاني إياها بـ 19 حتساوي الأي 1 زائد 4 في D اللي هي 6 يعني 19 تساوي A1 زائد 4 في 6 اللي هي 24 خلينا أجيب قيمة A1 حيصر عندي 19 بعدين أنقل 24 لهذا الطرف بتغيير الإشارة تصير سالب 24 تساوي A1 وهذه حتصير A1 حيساوي 19 ناقص 24 اللي هي سالب 5 جبت الأي 1 صار أقدر أعوض بالقانون الأساسي عشان أجيب قانون الحد النوني حيصير A1 يساوي A1 اللي جبته بسالب 5 زائد لن ناقص 1 في D اللي هي 6 يعني A1 حتساوي سالب 5 وأوزع برب N في 6 ب6N بسالب 1 في 6 بسالب 6 يعني A1 حتساوي نجمع سالب 5 مع سالب 6 صار خلينا أحط 6N أول بعدين سالب 5 مع سالب 6 بسالب 11 وهذا هو الحد النوني للمتتابعة هذه طب نشوف هذا السؤال يقول لي أكتب الحد النوني للمتتابع الحسابي خلينا أكتب بصيغة الحد النوني AN حتساوي حد الأول A1 زائد N-1 في D يعني AN حتساوي الحد الأول اللي هو 12 زائد N-1 في D D هو الفرق بين الحدين يعني 3-12 نحطه على جنب D تساوي 3-12 اللي هي سالب 9 ممكن ناخذ سالب 6 ناقص 3 وبرضه الناتج بسالب 9 إذن نديني حطها بسالب 9 وما ننسى لحط القوس إذن AN حتساوي 12 وبعدين نضرب N في سالب 9 تصير سالب 9N وسالب 1 في سالب 9 موجب 9 نبسط صار الAN حتسير 12 زائد 9 ب21 سالب 9N طيب نشوف هذا السؤال يبغى الحد النوني للمتتابع الحسابية حط القانون AN يساوي A1 زائد N-1 في D شوف الحد الأول ما عندي عندي الحد السادس صار أكتب قانون الحد السادس عشان أطلع منه الحد الأول صار أقول A6 يساوي A1 زائد شوف طالما هذا الحد السادس يعني N ب6 صار 6-1 اللي هي 5 في D نعوض A6 اللي أعطاني إياها ب12 تساوي A1 زائد 5 مضروبة في D اللي هي ب8 إذن 12 تساوي A1 المجهول و5 ب8 ب40 أنقل 40 للجهة الثانية بتغيير الإشارة صار A1 تساوي 12 ناقص 40 اللي هي سالب 28 إذن جبنا الحد الأول A1 اللي هو سالب 28 الآن نقدر نعود في القانون عشان يطلع الحد النوني A1 ساوي A1 اللي هي سالب 28 زائد N أغص 1 في D اللي هي ب8 يعني A1 ساوي سالب 28 بعد أن نوزع الضرب هنا N ب8 ب8 سالب 1 في 8 بسالب 8 نجمع سالب 28 مع سالب 8 يصر عندي A1 يساوي 8N بسالب 28 وسالب 8 بسالب 36